ايوان. اتفضالي حضرتك شو قالك? قبلت الشيخ حضرتك انا انا امي مسنة وبرح اخدمها. فوقتي سكوني يضربوني ويبهدلوني. لي? لا الا الله. يعني انا انا عادة باخدمها. يعني انا عادة تحت رجيها. وفي الاخر بيضربوني ويبهدلوني. لدرجة اننا كريت ان انا روح عندهم وان انا اخدمها. انا عادة مع اخوتك? لا اي عادة لوحدها. بس اخوتي بيجو عندها انتي بتاخدي معاشها انتي بتاخدي فلسها ويستكون يضربوني. وبروح وارجي على تاني. بقعد معاه على طول برضو. وفي الاخر بتضرب وبتشتم وبتعان وبتسبب عرض ويشرف. اخواتك? درجة ان انا كريت ان انا روح لهم تاني. اخواتك دول? انا مش عارفة اعمل اين? رجالة ولا ستات اخواتك اللي هم بيعدوا عليها? لا ستات. ستات? اه. لا اله الا الله. اللي هم بيضربوني بقدلوني ويشتموني ويسبوني. وفي الاخر انا رزيت. فها روح تايبة وممشي. وانا معانتش بروح لها تاني. درجة ان انا كريتهم معانتش عايز اروح لها تاني. بقالك بقالك قديمة بتروحيش. انا لسه مرشي من عندها بقى اليومين. طيب. ومش عايز بنسمع وجهة نظر من طرف. بتقول والله انا لما بروح ابقى برب امي واخدم امي واعد تحت رجلين امي وساعدها اخواتي البنات بيضربوني ويهنوني زي ما حضراتكوا سمعتوا. طيب نقول لها ايه? نقول لها ليس لك الا الصبر. انا كنت عندها من يومين لازم نروح للام مرة واثنين وتلاتة ونحاول ندخل اطراف من العيلة او من الجران ونشهد عليهم. ليه? لان انت ربنا فتح لك باب من اعظم ابواب الجنة ان لكي كنز امك ما زالت على قيد الحياة. يعني ايه? يعني الجنة مفتوح طريقها من خلال امك. مستحيل ان انا اقول لك ايه? علشان هما بيئزوكي فخصميها وعطيها وما ابدا اوعي تتنازلي عن حقك في انك تبقي بنت ترضي الله في هذه الام. وبعدين نحاول ان احنا ندخل الجران نحاول ندخل اه الاهل نشوف اعمامنا نشوف اخوالنا. اه دايما بنقول في الطبيعة المصرية اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. لازم الناس يبقى لها كبير ولازم ناس تقعدهم ويسمع من الطرفين ويحكم ويلزم الاطراف بالكلام ده. لكن انك انت تقول لي لا ابعد ويسيب امك وخلاص وانتهينا على كده. لا لا تتنازلي عن حقك في انك تبري هذه الام المسنة. وعلى فكرة زي ما دايما نفكركم بالرواية لما الراجل المسلم قال لسيدنا النبي الصحابي الجليل قال له ان لي ذوي رحم اصلهم ويقطعون احسن اليهم ويسيئون احلم عليهم ويجهلون. سيدنا النبي قال له ايه? قال له ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. يعني تأتي يوم القيامة وكأنك العطايا والهدايا اللي انت دتهالهم كأنك تأتي بطراب حار طراب ساخن من نار جهنم فتضعه في افواه هؤلاء الناس. ولا يزال معك ظهير اي سند ودليل وبرهان امام الله على انك من اهل الصلاح ومن اهل التقوى ومن اهل صلة الرحم. يا جماعة واحنا بنتكلم عن الشهامة اولها اننا اصل الرحم. اولها اننا دايما احاول اننا ابذل قصار الجهد مع مين? مع هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة الرحم. وخلي بالك حاجة مهمة. دايما صلة الرحم اللي هم انت مطالب وهي فريضة عليك دينية اللي هم اصحاب الدرجة الاولى من القرابة. اه الام والاب والاخ والاخ والاخت والعمة والخالة والخال. الكلام ده مهم جدا ان احنا نتواصل وزي ما بفكر حضراتكو منين بنعرف الكويس من الوحش. سيدنا النبي يقول لنا خيركم اي افضلكم خيركم لاهله. وانا خيركم لاهلي. فداك ابي وامي يا حبيبي يا رسول الله. ذلك سيدة خديجة تقول له ربنا مش هيخزيك.